تعد الدروينية ديناً إنها دين يسلب للباب فقد قدمته الدولة البريطانية العميقة إلى العالم بعبارة أخرى يبشر هذا الدين العالم بتعاليم تقول أنتم تعتقدون أن الله موجود لكنه في الحقيقة ليس موجودا لذا لستم في حاجة إلى اتباع الضمير تصرفوا باستقلالية جبرية افعلوا ما ترغبون في القيام به قولوا ما شئتم فأنتم أحرار كليا هذه التعاليم هي ذلك الدين أما الإسلام فإنه يدعو الناس إلى أن لا يؤذوا الآخرين وأن يكونوا حصفاء وأن ينضبطوا وأن يكونوا ذوي المعية وفراسة وأن يكونوا عادلين وأن يقولوا الحق دوما وأن لا يكذبوا وأن يحترموا حقوق الآخرين فالإسلام هو مجموعة واسعة من الحقائق الأخلاقية والداروينية هي اعتقاد يعارض في الأساس هذه المبادئ إن الداروينية دين يستند إلى تصديق المجهول وعبادة وتصديق الصدافة إنه دين مظلم وعديم الرحمة يزعزع إيمان البشر بالله وبالدين وبالحياة ويمنعهم من أن يكونوا واقعيين وعقلانيين كما يجعلهم غير قادرين على رؤية الله وإدراك إبداع الله يفرض هذا الدين على العالم كله إكراها وقسرا من الدولة البريطانية العميقة ولا يوجد أي دولة إسلامية أو مسيحية قادرة على معارضة هذا الدين حتى البابا أخضع للداروينية على الرغم من إقامته في الفاتيكان التي تبدو دولة مستقلة وفي ظل وصاية ديكتاتورية الداروينية يدافع البابا عنها رغم عدم إيمانه بها تعتبر الداروينية في الوقت الحالي أكبر دين على مستوى العالم إنها دين يسلب الألباب ويزعزع إيمان البشر فالداروينية هي دين شرير زعزع إيمان المجتمع بأكمله وحطم معنويات البشر ودمر ملكاتهم الفنية وقدراتهم الإبداعية واستمتاعهم بالحياة وشعورهم بالحب والتعاطف والتعاون لقد دمرت الداروينية كثيرا من السمات التي تجعل الناس إنسانيين وهي في الوقت الحالي تحافظ على سلطانها إنها بطريقة ما مثل لفيون وقد اشتقت الطوايف الدينية الأخرى والديانات الوثنية من دين الداروينية لقد تسببت في نهضة الديانات الأرثوذكسية التقليدية التي لا تعتمد على القرآن فضلا عن الطوايف المنحرفة المزورة والأفكار والرؤى الموجودة بالمسيحية لذا فقد حقق الشيطان أهدافه في هذا العالم ولكن مع تحرك المهدي سوف يقضى تماما على هذه المكيدة الشيطانية لأول مرة في تاريخ العالم ترجمة نانسي قنقر